هل أن الله سبحانه وتعالى كان مهتما لأمر الناس في زمان رسول الله فقط فما بعد رسول الله بإمكاننا أن نلعب وأن نعبه هل أن دين الله في زمن الأنبياء يكون دينا علميا مستندا إلى العلم وما بعد الأنبياء ويكون الزمان طويلا وطويلا جدا ما بعد الأنبياء يكون الدين ظنيا إذن لماذا بعث الله الأنبياء يا أيتها الأمة الغبية هل لا سألتي نفسك هذا السؤال القرآن لا يريد إلا العلم فالقرآن تبيان لكل شيء بحسب ما قال القرآن عن نفسه لست أنا الذي أقول والقرآن أيضا قال عن نفسه من أن تفسيره لا بد أن يؤخذ من عالم معصوم من محمد صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مع أن العلم يؤخذ من عالم معصوم ومع ذلك فإن القرآن لا يثق بالناس لا يثق بالصحابة لأن الآية هذه تتحدث في زمان النبي عن الصحابة وعن نساء النبي الآية تقول ولعلهم يتفكرون ولعل تأتي بمعنى التوقع وربما لا يتفكرون وهذا هو الذي حدث لو كانوا يتفكرون هل قالوا عن رسول الله من أنه يهذي من أن الرجل يهجر ما كانوا يتفكرون إذا كان هناك من الصحابة من يصدق عليهم هذا الوصف من أنهم يتفكرون كانوا قلة قليلة الذين لم يرتدوا بعد أن ارتدت الأمة عن دينها بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مع وجود عالم معصوم هو محمد صلى الله عليه وآله فإن الله لا يثق بالأمة من أنها ستتفكر فإن الله يقول ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية واضحة في أن مضمون الذكر لا علاقة للناس ببيانه البيان خاص بعالم معصوم هو محمد صلى الله عليه وآله والناس حتى بعد البيان لا يتوقع منهم بنحو قطعين أن يتفكروا في هذا العلم محمد صلى الله عليه وآله